هذا وأكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت ست مجازر خلال الساعة الأربع وعشرين الماضية أصفرت عن استشهاد تسع وسبعين شهيدا وستن وثمانين مصابا وعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الضحايا العدواني على قطاع غزة إلى أربعة وثلاثين ألفا ومئتين واثنين وستين شهيدا وسبعة وسبعين ألفا ومئتين وتسعة وعشرين مصابا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي منوهة إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة أو في الطرقات حيث لا تستطيع أن تصل إليهم طواقم الإسعاف والدفاع المدنية اشتركوا في القناة